منذ تولي محمد بناديو قبل عامين مقاليد حكم شبوى شهدت المحافظة حراكا تنمويا غير مسبوق فقد أنجز خلال هذه الفترة الوجيزة وبدعم من الرئيس عبدربو منصور هادي أكثر من 276 مشروعا تنوعت بين مشاريع استراتيجية لعل أبرزها ميناء قناة والخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية ومشروع المحطة الغازية إضافة إلى مشاريع الأساسية الخمس التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرقات في ظل ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها البلاد شروعنا الحقيقي أن نختم محافظتنا ونحن أمام مثل العداد معنا أيام في المسؤولية لا أحد مننا سيخلط إلا من عمل بصمة لنفسه يلقى بها دعوة من أحد المتضررين فنرجو أن تكون الرسالة واضحة لا تهاد مع من يعتدي على مصلحة الوطن لا تهاد مع من يعتدي على المصلحة العام هذا ليست لي لا ملكي ولا ملك أبي ولا ملك أحد من المسؤولين هذا ملك أبناء شبوة فيجب أن يتم التكاتف في حمايتها وصيانتها محافظة شبوة محافظة نفطية وتتمتع بموقع استراتيجيا هام لكن عيداتها خصوصا النفطية منها لم ترى منها شيئا منذ عام 1987 وبفعل المتابعة الحثيثة لبناديه واستجابة الرئيس هادي حصلت شبوة على حصتها من النفط المتمثلة في العشرين في المئة التي أنعكست على مشاريع الأساسية الخمسة نتقدم بالشكر الجزيل فخامة رئيس الجمهورية الوالد المشير الركن عبد الربا مصور هادي الذي أولى لمحافظة شبوة اهتمام كبير فيما يخص المشاريع التنموية وخصص لها نسبة عشرين في المئة من مبيعات نفطها الشكر لأبناء شبوة جميعا الذين التفوا حول مصلحتهم هذا ما نريده من أبناء شبوة جميعا أن يهتموا بمصالحهم ويتركوا الحسابات الضيقة التي لم تقني الآخرين الذين تقنوا بها زمن ونرى مناطقهم كيف هي وكيف مناطقنا اليوم لم يتوانى بن عديو بهذه المشاريع فحسب بل عمل على تفعيل العمل الإداري وعاد العمل في المؤسسات الحكومية التي توقفت لأكثر من أربع سنوات بسبب الحرب علاوة إلى تثبيت مداميك الأمن والاستقرار الذي بدوره شجع رؤوس الأموال المحلية والخارجية بالاستثمار مما جعل الشبوة قبلة لرجال الأعمال حيث منح مكتب التجارة والصناعة خلال العامين الماضيين أكثر من خمسمائة وعشرين ترخيصا استثماريا وتجاريا ويسعى بن عديو بأن يجعل الشبوة صورة مسغرة لليمن الاتحادي الجديد الذي يحتضن الجميع بمختلف انتماءاتهم حسن البريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة ترجمة نانسي قنقر